بناي طلب منه المقاول يبني زوز الحيوت متعامدين بناتهم 90 درجة يعني زاوية قايمة الحيط الأول طوله 3 متر والحيط الثاني طوله 4 متر سيل بناي بعد ما ترشف كوي سرتاي واللي قد تجيب بناله زوز الحيوت بالطول المطلوب المقاول رجع يتفقد وقاس من آخر الحيط الأول لآخر الحيط الثاني وفاق اللي الحيوت طولها مصحيح أما ما يكونوش زاوية قايمة زعم عليش بالطبيعة البناي ما يعرفش عليها الزاوية قايمة ولا قاعدة أما يفهموا لو كان قلو زوز الحيوت قرطبون لا علينا من البناي ومن النغة المرمى توقف كيفاش طلع المقاول اللي زوز الحيوت ما هو مش متعامدي الجواب المرة هذه نلقاه في درس سلمات اللي تقرأوا في النوفيام ويتبعكم الآخر حياتكم اللي هو التورام بيتاغور اشكونا بيتاغور بيتاغور تولد قديما في جزيرة يونانية اسمها ساموس قريبة لتركيا بيتاغور كان عالم رياضيات وفيلسوف وأستخنوم وبوكسور زادة في العهد اليوناني لحاصل عملهم الكل بيتاغور كان يحب برشا سفر وعمل رحلة دامت تقريبا 40 سنة زار فيها سوريا ولبنان وباب الوقتها في جهة العراق واخيرا مصر وين القال فراعنة يجنجلوا الجنجيل بالزوايا القايمة خاصة وقت اللي يبناء الأهرامات متاحا وشد انتباهه ان المعمريين الفراعنة كانوا يستعملوا في حبل في 13 عقدة متباعدة بنفس البعد على بعضها وكانوا يبنيوا به المباني الكل متعامدة ومستويئة حاول بيتاغور يفهم الحكاية منهم ومنها طلع النظرية متاعه نظرية بيتاغور ما قال سي بيتاغور؟ قالك لو كان ناخذ مثلث عنده زاوية قايمة وين الذلعين هذين يكونوا متعامدين يعني الذلعين هذين مثلا هم الحيوط اللي بناهم البناية وتخيل روحك قاعد في الكوان القايم هذاك الظلع المقابلك طول هو أطول ظلع في المثلث ويتسمى ليبوتينيوس أو الوتر شد عندك قالك لو كان ناخذ طول الظلع الأول وتحسبو أكاغي يعني ثلاث قوة 2 اللي هي ثلاثة في ثلاثة وتزيدو طول الظلع الثاني أكاغي اللي هي أربعة قوة 2 يعني أربع في أربع كم لو كانت سن قاهم ثلاث قوة 2 نفسها مع أربعة عثوان بثلاثة نفس twelve روحة امرض Pythagour ي cuentaه أن الخمسة وعشرين هي طول الطاقة للغامة وده أي يجب أنه يكون طول الوتر المثال في الحالة هذه خمسه لماذا؟ على خاطر خمسة قوة اثنين هي خمسة وعشرة ايواش ما لا توريام دي بيتاكوري قلنا انه اذا كان عنا بصفة عامة مثلث اضلعه طولهم A,B,C وC هو طول الواتر متاعه المثلث هذا ما ينجرم يكون فيه زاوية قائمة او نقوله مثلث قائم الزاوية الا ما يتوفر فيه الشرط هذا والذي يقول لنا A وكاري بلوس B وكاري يساوي C وكاري ماذا يتحدث عن ثلاثة عقدة من الفرق عامة؟ اه اوكي الأحبال الذي يوجد ثلاثة عقدة بناتهم فيه 12 خطوة الذين يمثلون مجموعة طول الأضلع المثلث يعني كي نجمع ثلاثة مع اربعة مع خمسة نلقاهم ثلاثة يعني كل ما حاجتهم زاوية قائمة يكونوا بالأحبال هذا مثلث أضلعه لكي تكون ثلاثة أربعة وخمسة الواتر فتتكون اوتوماتيكما الزاوية القائمة والقياسات هذه يستعملون في البنية ويسمونهم حتى أرقام المقاول ثلاثة أربعة وخمسة في الأخير نحب أن نقول لك نظرية بيتاغور لم نستعملها في البنية نستعملها حتى لكي نعرف اللوكاليزازيون بالجي بي اس ويستعملها حتى البحار لكي يعرف المسافة الفاصلة بينه وبين نقطة أخرى بطبيعة باستعمال الباصلة ما لا نحب كفاق والدختي وركز مع بيتاغور وليس تثبت على البنية وتشبت لكوس أو منقلق سلام